موسيقى بسم الله نبدأ حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجنا نسائي وكل عام أنتب خير نقول لكم وهذه العودة من بعد عطلة العيد ونقول لكم كل عام أنتب ألف خير إن شاء الله رح نتكلم اليوم بموضوع مهم جدا وهو موضوع يخص شريحة مهمة من ذوي احتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة على اختلاف التسمية وأهم المشاكل التي تواجههم وأمور كثيرة أتهمهم وأيضا أتهم مشاهدينا معنا ضيوفنا الكرام علي الثويني رئيس مكتب حقوق المعاقين بنادي المعاقين وأيضا علي عبد الكريم هو ناشط في مجال المعاقين نحن نمسي عليكم بالخير وسعيدني جدا أخوي علي على حضوركم وقبولكم الدعوة أعطيك العافية ونشكركم على استضافة هذه الله يسأل لك الله يسأل لك طبعا في البداية نحن نتكلم عن محاور كثيرة يعني تهم المعاقين وذوي الإعاقة وبالنسبة حق التسمية يعني نتكلم في البداية أخي علي عن موضوع التسمية ليش يعني تغيرت التسمية من دوي احتياجات خاصة إلى ذوي الإعاقة أعتقد أنا لأن ذوي احتياجات خاصة شرائح أكبر أشمل نعم ذوي الإعاقة هي الإعاقات المعروفة للسمعية والبصرية والحسية والحركية أما ذوي الإحتياجات الخاصة تضم معها مشاكل تعليمية تضم معها حتى ممكن أنا حتى تسمين ذوي إحتياجات خاصة لأنني أنا لا أقدر إلا من خلال الحاجتي لهذه النظارة تضم إياها حتى مثلا أباقرة تضم إياها حتى مساجين بعد لأنهم احتياجات خاصة أو يعني أصحاب المشاكل النفسية كل هذا عندهم احتياجات خاصة ذوي الإعاقة أخص أكبر فلما أنت تحط أي اتفاقية أو قانون أو شيء تحت مسمى هذا فأنت ضيعت حقوق أو سيبت حقوق المعاقين اللي هم يجب عليك أن يقرأ رغم أن المعاقين لا يحبون هذه التسمية لا هم يحبون اعتزون فيها يعتزون فيها نعم لكن البعض منهم يعني لو كان عندهم اجتماع لأنه لا تقول معاق أو لا تخاطبون المعاق بأنه هو معاق يعني بهذه التسمية هذا إحنا 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 مشكلة لما تدخل في حياتهم نعم اليوم صار عندنا اجتماع فأقلنا شراك من غير المعاقين إلى ذوي حجز خاصة فاعترضوا المعاقين نفسهم و أنا منهما تغتص والله و نعم فيكم و ما فيكم أي إعاقة بالأكس يعني في ناس أصحاء كثير يعني ممكن تكون عندهم إعاقة أو شلال فكري ولكن ما شاء الله يعني منكم كثير من النوابق و المجتهدين و نشوف يعني منكم أيضا مبدعين طبعا إذا بنتكلم عن بعض المحاور اليوم عن البدلات التي تصرف عن القوانين و غيرها من هذه العمور خنتكلم في البداية سيد علي عن سبب تأخير صرف بدل خادم و راتب أم المعاق و راتب بعض المعاقين و الأثر الرجعي حتى الآن ليش؟ بظن نحن طبعا اعتقادنا أنه يعني في ربكة في الهيئة ربكة يعني في ربكة في الهيئة و محسن ما ذكروا لنا أن الملفات تحتاج لها يعني إعادة بحث تحتاج لها إعادة ترتيب الملفات بعد ما جت من الشؤون كانت أولا عند الشؤون أقوى ما جت من الشؤون تحتاج لها أكثر تنظيم أكثر تصنيف في بعضها يعني فقد في أوراق ناقصة هذا كله و شروط وزارة المالية في الصرف على الكلام طبعا الذي قيله لنا هذا خلّه يصير فيه تأخير و تكديس على المعاملات خاصة أن الكثير من أول ما فتح الباب الكثير ألاف تقدمت هذا الذي ذكر لنا طبعا لكننا لدينا حلول و لدينا مخترحات لهم و لدينا و تناقشنا معهم في هذه النقطة من أجل تسهيل صرف المديازات المالية بجميع تصنيفاتها كل الامتيازات المالية متأخرة إذا صرف لـ 15 ألف و في 15 ألف الثانية ما الذي تفعله؟ تأخرت يعني صرف جزء من الأثر الرجعي و الجزء الآخر لم يصرف لماذا؟ فقيل لنا أيضا هناك أمور تنظيمية أو قانونية الشهادة القديمة ما كثير الفترة التي تأخرت؟ يعني من شهر أربعة 2012 شهر أربعة 2012 نعم يعني نحن الآن يعني قلبتش مرحين ما كثير صارت؟ صحنا فترة يعني من شهر أربعة إلى الآن اللي نصرف بس ممكن 15 ألف من ما قلت و 15 ألف أخرى ما أحد أخذوها يعني أنا واحد رأيت أولي أمر يعني قلت لا أخذت مال السائق ولا يصال لسنة ف ما الذي يجب أن يجب بالأيام و لكن هل هناك فروق أخي علي يعني هل هناك فروق بالأثر الرجعي من شخص الآخر أو لا هي نفسها هي نفسها يعني إذا كانت حقيقي شيئا على حسب تقديم الشهادة على حسب تقديم الشهادة عندما قدمت أنا شهادة الإعاقة هذا الجدد هذا الجدد في ناس توهم 2010 2011 2012 أما القدم لا كلهم نفس الشيء إذا مستوى إذا شديدة لديد هذا اللي أريد هذا اللي أريد أن أفهم على حسب الإعاقات نفسها يعني إذا كانت مثلا الإعاقة شديدة و دائمة فهذا ما رح يتعامل مع الشخص اللي مثلا لا أسمح الله يعني بعيد الشرع للمشاهدين بأن صارت لإعاقة على حسب التقديم تقديم الشهادة نفسها جدد مثلا 2011 يصرف من 2011 صار معاق 2012 لكن القدم لا لازم من أعتقد 28 أو 29 5 2010 لازم فتلقاهم فعلا كلهم الشديدة تلقاهم نفس نفس شنه يقول لك يقول لك أنت شهادتك القديمة معاق معاق حركي نعم زين و مبين عندي شديدة أو متوسطة فإنش لا أصرف لك أخاف أنا يصير على الأمور قانونية ينطل أدخل لجنة يعني أو شو يعني قلنا له خلاص بدأ خضى شديدة عبارة شديدة هو يدخل لدنا ممكن أنا أوضح لك على جوان و عندي شو يدخل لدنا يشوف يشوف شديدة خاطل شديدة من تاريخ الشهادة هو يصف للعاقة من تاريخ الشهادة السؤال ما يعني الآن إذا أنت معاق حركي لماذا حطوا نسبة إعاقتك أو إعاقتك قبل أن أقدم الشهادة و أنت تراكض بأوراقك دائما فالهيئة نفسها بس أنا قديم بالصابق لا يوجد حركي فلا يوجد شديدة لا يوجد شديدة بالشهادة فما يصغف لك يقول لك أنت لا أعرف لا شديدة أو شيء خلاص أنت عطيتها شديدة ما هذا التعقيدات التي نسهلها أنت يوم يوك 2010 عدت التقييم صار شديدة خلاص حسبة منذ الولادة أو حسبة من قبل أنت إنت شديدة فليش تحسب إذا حسبتها متوسطة حسبة متوسطة فليش ناقد المور شيء بالشيء يذكر بما أننا نتكلمنا عن اللجان هل تطبق اللجان الموجودة عندنا اللجان الطبية و النفسية المعايير الدولية للتقييم أو لحسبة نسبة الإعاقة و غيرها من هذه الأمور أنا أرى التنهيدة هذه فيها كلام معايد مشكلة سلامتك منها تنهيد لا هذا هذا واقع عندنا التكاترة لم يتخصصين أنا بالأمان لا متخصصين لا متخصصين أنا أرى المعاق لا لا يفحصها لا يفحص جسمه معقول أخوي علي يعني هو ما أخذ شهالة ما شاء الله يعني ما أخذ سؤالة وتعبان وتعبان و نقول أننا لا متخصص نقول في الإعاقة في الإعاقة لا متخصص في الإعاقة لا متخصص يعني أنا يبلك تكتور سكر حطه في اللجان فالنبي رجل متخصص مثل الدول بره قصدك أن اللي موجودين قاعد يحددون نسب الإعاقة داخل اللجان الطبية مو متخصصين في الإعاقة مو متخصصين في المعروب مو مو أخذين خبرات للإعاقة لابد أن يأخذون خبرة و نحن نتمنى أن يأخذون خبرة يأخذون خبرة من التكاترة اللي بره اللي يفحصون صح يعني أنا مثلا لما أكون لعب بطل عالم مثلا يفحصنا صح يعطيني النسبة اللعب مع منو اللعب مع منو هناك يفحصنا صح لكن هنا عندنا خطأ نحن ما نلومهم ولا هذا بس لازم يعني على قراتكم سواء عندهم خبرة أنا شوف التكاترة ما عندهم خبرة لكافية يعني أنت أنت الطالب و نحن لما نناقشهم يكتنع بس يقولك أنا أشوفك بسيطة يعني أنت طالب أن تكون اللجانة الطبية متخصصة لذوي الإعاقة متخصصة لذوي يعني اللي موجودين حق الإعاقات أو على حسب اختلافها وتنوحها يكون متخصص و يكون عنده خبرة كافية للمارك و شون يتعامل مع المارك بلحث ما ينرفز التكتور و لا يتنافز منه و يقنعه و هو يقنعني و أنا أقنعه بس فقط لقي نعم ما أدري إذا المخرج عندنا فاصل الحين ولا نستكمل الحوار مع ضيوفنا فاصل فاصل مشاهدينا و مستكمل الحوار مع ضيوف من الكرام شكراً لكل من نضم لمتابعتنا في برنامج مسائي و أيضاً يعقوب الفودري و أخونا قاعد يتابعون مسيح عليه بالخير و أيضاً نحب ننبه المشاهدين الكرام و ننوه لهم أن الأرقام المبينة على الشاشة اللي حاب أن يتواصل في موضوع الطرح عندنا في البرنامج تكلموا الأخ علي ثويني و الأخ علي أبي الكريم عن أمور كثيرة تكلموا عن سبب التأخير و أسباب التأخير اللي موجودة في صرف بدل الخادم و راتب الأم المعاق و راتب رواتب بعض المعاقين في ناس من 2012 لغاية الحما صرفت لهم أو على كلامهم يقولون بأن 15 ألف يعني استفادوا من الأثر الرجعي و لكن غيرهم 15 ألف ثانين و فوق هذا العدد لغاية الحما استفادوا و أيضاً اللي جان الطبية قال علي عبد الكريم بأن الدكاتر اللي موجودين في اللجنة الطبية ما هم مختصين يعني كفاية علشان يفهمون المعاق أو يتعاملون معه و تحت الهوى دار بيني و بين علي لثويني كلام بأن القصة بأنه مو بس أنك تكون دكتور عظام يعني أنت متخصص في مجال الإعاقة أيضاً عندنا اتصال من ولية أمر أم أحمد حياة شاء الله أم أحمد السلام عليكم و عليكم السلام و ربط الله و بركاته أحب أشكر الأخوان القائمين على هالبرنامج و المسؤولين بالله يسلم كل الأخوان اللي يقومون في خدمة ذويحتاجات الخاصة نعم عندي تعقيب بسيط و ما أدري هل هو وجهة ممكن سؤال ولا تعقيب للأخوة هو وجهة بالذات لمدير عامل هيل عامل شؤون الإعاقة نعم دكتور الجماز بالنسبة للجان الطبية أنا أشد على إيده الجهود اللي قاعد يحاول أن يسويها في فصل الأشخاص المعاقين أو الغير معاقين اللي انتسبوا للهيئة أو اللي يعني دخلوا الهيئة بموجب أنهم أشخاص غير معاقين هذا طبعاً شيء رائع وجميل منه لكن المشكلة في الموضوع هذا آلية التطبيق ما كانت سليمة اللي أقصده أن كثير من المعاقين اللي هم فعلاً معاقين وقعوا تحت ظلم كبير الظلم هذا كان بدايته في وتواجد اللي جان الطبية أنا ما بيأقول غير مختصين وغير اختصاصيين اختصاصيين نحن بالكويت كلها واضحة أننا ما عندنا نفس مختصة في أي مجال ولا حتى وليس فقط في مجال الإعاقة في الكويت ما عندنا أحد مختص كلش؟ يعني أنا اللي أقصده أنه في مجال الطبي ما عندنا أمانة أقول لك إياها أنا عندي ولد معاقين ما هي خربت أختي؟ ما هي خربت هي مخربانة هي خربت لمن عندنا هيئة لشؤون الإعاقة إحنا اللي كنا نعلم الدول الثانية يعني شنو إعاقة صرنا إحنا كلنا إحنا اللي أهالي المعاقين والله العظيم إحنا صرنا الصحيين صرنا معاقين لا والله والنعم فيكم ولكن والنعم فيكم بس إحنا ما نقدر نعم نعم أنا أنا ما بيأدش في تفاصيل وفي كلام أنا بس في شغلة وحدة آلية اللي نفذت فيها هذا القرار بأن يجب أن تعاد مرة ثانية لجان طبية لتحديد الأشخاص المعاقين من غير المعاقين السؤال الأول هل الشخص اللي هذا فيه أنا عمري ما شفت في حياتي إنسان معاق خلال شهر وشهرين صار إنسان سليم لهذا لو يرد ينولد من يديد ما يصير إنسان سليم لمن شخص معاق على ويلتشير يديش على لجنة طبية اللجنة طبية بطلع قرار والله هذا إنسان يفترض أن ملفه يفكر من دول إعاقة هذا إنسان مو معاق يعني هذه صدمة لنا إحنا ويا أمور هذه صدمة ثانية الشيء الثاني لما راجعنا الهيئة راجعنا الهيئة قالوا لنا رفعوا كتاب تظلم على اللجانة الطبية طيب الآن أنا أنت حاط لجنة طبية وفي نفس الوقت أنت عامل لجنة في الهيئة رفع كتاب تظلم على اللجنة الطبية طيب أنتوا لش تنقضون نفسكم أنت عامل يعني أنت بمعنى إذا أنت المسؤول الموجود في الهيئة ما عندك أي مصداقية في اللجنة بدليل أنك أنت سمحت لنا إحنا كولياء الأمور أن يرفع كتب تظلم عندك ضد اللجانة الطبية طيب بدام أنت ما عندك مصداقية في هاللجنة وسمحت لني أنا أرفع تظلم تظلم تعطيني طلب اختهاج كتبي طلب وهذا كتاب سوي تظلم عشان نرفعه نحن ونشوف الموضوع على اللجنة الطبية إذا هذا اعتراف من الهيئة نفسها بأن هذه اللجنة لا عندها أي مصداقية في طرف أي موضوع أو حتى في تشويق أي حالة هذا الشيء اللي أنا بس أوجهه لمدير الهيئة شلون أنت تحولني على لجنة وفي نفس الوقت أنت داخل هيئتك تعطيني كتاب عشان أرفع كتاب تظلم على اللجنة حضرتك ولية أمر معاق أدل؟ نعم ورحت للجنة طبية رضوك للجنة طبية بأن الحين خلاص ولدك ما هو معاق نعم رغم أنه كانت عندي إعاقة الإعاقة كانت شنو بالضبط؟ إعاقة حركية شديدة متوسطة متوسطة غير دائمة نعم يعني وحاولت لا 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 إعاقة شديدة متوسطة دائمة دائمة قالوا لتنحي خلاص نعم أنا حق أنا لما تسويت كتاب التظلم رفقت الشهادة هذه حقيت على كلمة دائمة دائرة باللون الأحمر والكتاب ما زال موجود عندهم إن شلون دائم شلون دائم وهذا اللي هي أسئلة شلون دائم مشعلين من الإعاقة هل إحنا لما دشينا اللجنة الطبية كان عندهم مصباح سحري حطوا علينا شدي من فوق لتحت وحنا ما شاء الله بسرعة أنا ما أقول قصور منهم في إننا إحنا والله نبين شوف الناس اللي مو معاقين نتسبوا للهيئة بس أنت في آلية التطبيق ظلمت ويد معاقين الشيء غريب مو معقولة واحد فعلا مثل ما تفضلت وعلى فكرة ترى اليوم اللي أنا رفعت فيه كتاب تظلم كان فيه أنا رقمي أربع تلاف وشيء يعني هذا الرقم وعلى فكرة اللي جاءنا الطبية الموضوع الثاني اللي جاءنا الطبية العام عطوني لجنة طبية وقالوا لي بعد أربع شهور خمس شهور نتوصل عليك بعد خمس شهور تصلوا عليك إختي إحنا تأجلنا وتعالي تسوي كتاب تظلم ثاني مرة رح تسويك ثاني مرة الحين هذا رابع شهر وأنا نطر إنزين وبعدين أنت قاعد تحوي يعني تظلم ونطر خمس شهور تظلم أنطر متى لمن الولد يموت لمن تنطر بيدي الشرعان إن شاء الله طيب أنت قاعد قل لي تعالي رفعي كتاب تظلم نعم أنت لو قاعد يلي لا ترفعي إن كانت أنا تأهون علي لكن أنت قاعد تعطيني أمل وقاعد أي وارفع كتاب ووقع عندك واروح بعد أربع تشهر أراجعك تقولي لا والله تعالي تسوي كتاب تاني إذا لم تظلمت إن شاء الله ما رح نخلص وين الحلول أنت قاعد تخطي اقتراح وقاعد تأرض مشكلة وقاعد تأرض بس ما في حلول حلول بالكلام ما في حلول تنفيذية ما في حلول تطبيقية بالهيئة أبدا بس قرار صدر قرار ويلا على طول انشأ القرار طيب أنت حلت لي المشكلة كم شخص معاق يعني أنا أكيد أختي أم محمد أكيد في أكثر من شخص يعني بنفس مشكلتك وإن شاء الله وإن شاء الله يعني توصل رسالتك وإن شاء الله يسمعنا عبر تلفزيون رأي يرأي يتم في حلول نحن نبندش في 2014 خلصنا هذا الموضوع صال من 2012 نحو لا ولا قوة يفترض يفترض أن هذه الموضوعات يعني تكون انحلت يعني عارف قبل شهر الكويت تم الاتفاقية في الأمم المتحدة بأن الكويت صادقة على قرار المعاقين وهذا انتشر في كل الدول العالم الخبر وانتشر في كل مكان لكن للأسف في الصحف الكويتية ما انتشرت ودخلت على تويتر ودخلت على اليوتيوب ودخلت على كل مكان العالم كلنا احتفلت بأن الكويت صادقت بالتوقيع على الاتفاقية وبتنفيذ بنودها. ما عدا احنا بالصحف ولا بأي مكان ولا حتى في الهيئة أحد أعلن الخبر هذا. الخبر هذا يلينا من برة. والناس تبارك لنا ترى يا جماعة أنتوا صادقنا. ومشنا متفاجحين؟ كيف أنت تصادق على بنود وأنتم عارف تنفذ بهم واحد؟ أنا هذا اللي أعرف من المدير الهيئة. كنون في الكويت؟ هالوجان والمسؤولين وهذه الغزرة. الصادقون وتواقعون بره وتوصيع وقطيع وكل شيء وأنتم قادرين أن نبدون بند واحد. مع العلم أن هذا ليس بند. لكن أوضح شغلة. نعم. نعم. قبل أن توضح شغلة. أختي فيه شيء تريد أن نضيف فينا ثاني؟ شكرا أنني أعطيكم العافية. أعطيتك العافية أم أحمد. طبعا أني الكلام اللي تفضلت فيه أم أحمد زادت الله خيري. يعني على هذا التواصل ويانا وطرح المشكلة هذه اللي فعلا يعني إذا شخص من معاق وعاقة حركية شديدة دائمة وحط 6000 خط تحت كلمة دائمة يتحول إلى شخص سليم وفعلا مثل ما تفضلت أنه لا يمكن حتى لو يرد ينولد مرة ثانية مرة يرجع سليم مرة ثانية. مرة ثانية. على أي أساس كانت اللجنة يعني قاعد تعطي قرارها شنو كانت تشوف بالضبط؟ هل كانت تتخيل أنه قاعد يمشي على ريولة مثلا؟ هذا تأكيد. الكلام اللي قاله أنا أتوقع أنها قالت اسم في البداية بداية الاتصال. عفوا. قالت اسم بأن الجيماز. هو جاسم تمار تصحيح للمسمى دكتور الأخ الفاضل جاسم تمار و النعم فيه. نحن و النعم فيه. و لكن هذه حالة من مجموعة حالات ما توصلت ويانا إلا فعلا صار وياها هذه حالة من هذه قصص من الضرائف من الضرائف أحيانا أحيانا تتأسى و أحيانا أنت عالم سك بطنك و ضحك من معاق لي سليم يعني دليل أن شيء غريب قال أخو يعلي أنه ما فيه فعلا أطباء يعني ما نقول ما فيه ما نقول ما فيه أغلبية من أطباء متخصصين في تشخيص الإعاقة رقم اثنين دليل أن كلمة تصنيف العالمي غير موجودة على أرض الواقع هل هو قرار مدير إدارة أم هو قرار مجلس إدارة يعني هيئة لما قيل أنه سنعيد لكم التقييم لكي نعرف المعاقب و غير المعاقب و هل كم معرفة المعاقب و غير المعاقب لكويت يعني أنهم صادقة يعني على بنوذ العاقب هذه التفاقية الدولية نزيل دعي تطبق تفاقيتنا التي يمكنها أفضل تطبق تفاقيتنا و أرى الدولية فهذه فعلا معاناة جزء من معاناة معاقين أو لا معاقين جزء من معاقين يعني هذا يجرنا لك سؤال الثاني اللجان الطبية نحن لمن ينعاتب من ينعاتب نعم من ينعاتب هل ينعاتب وزارة صحة أمن عاتب هيئة المعاقين هذا سؤال لحد الآن مولا قيل إحنا إجابة نعم سنكمل و نطرح بعد أكثر من سؤال ولكن لدينا تصال من فاطمة تفضل أهلو أهلو السلام عليكم وليت أمر معاق تفضل أهل السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله و بركاته بالبداية أعطيكم العافية على اعتماعكم بهذا الموضوع الله سلم وما أطول عليكم بس عندي ثلاث شغلات أتكلم عنها بالنسبة للموضوع الأول أنا يمكن عكس الأختي اللي قبل شوي اتصلت شهادة إثبات الإعاقة حق والدي كانت متوسطة ورجع يعني ما كانت مثل ما تقول دقيقة فقدمت تظلم وبالعكس يعني شافوا اللجنة وعطوه الحق يعني أعطي لأو الشهادة هذه وحدة الشغلة الثانية الشركات اللي نتعامل معاها عن طريق الهيئة اللي هي تصرف الكراسي الطبية بعض الشركات للأسف أهما يوعدون ويعطوننا دفتر الصيانة للكراسي الطبية لكنهم غير متعاونين بالمرة شلون هم متعاونين يعني مثلا أنا أطلب موعد منه على تاسي يشوف لي الكرسي طبعا هذا يعني بما فقط الهيئة أكيد يعني الهيئة تدفع فلوس في الكرسي يعني مبلغ وقدرة لكن أهما للأسف ما يوني تابعون معي يأجلون 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 بالأخير يقول لي يب الكرسي طيب أنا يب الكرسي وشنا نخلي المعاقب بالبيت بدون كرسي إذا هو محتاج له فيريت أن يكون في جهة عند الهيئة أن نحن نقدم شكوى على بعض الشركات عشان ما تتعامل معهم صراحة مرة ثانية أنت يتحدين الكرسي ويقول لي اش ردي مرة ثانية لا أنا حين أخذت كرسي عن طريق الهيئة الشركة تعطيني دفتر صيانة للكرسي المفروض أن الشركة كل شهر تتابع معي حالة الكرسي أو إذا أنا عندي تصليح أي تصليح في الكرسي المفروض أبلغهم ويوني يشوفون الكرسي الذي يصير يمكن أدق أكثر من مرة ويمكن فوق ستة شهر ولا يوعد للكرسي وبالأخير الشركة ونحن نشوفها طيب أنا أخلي الولد قاعد بالبيت بدون كرسي بس هذه مسؤوليتهم يعني هم قاعد يشتغلون وقاعد يأخذون أجر مقابل هذا الشغل هذا المفروض مسؤوليتهم تكون الشركات الشركات بس تبيع وبعدين ما تتابع هذا رقم واحد اثنين هذه الشغلة الشغلة الثالثة تأخر صرف بدل الخادم يعني حين ثلاث مرات أنا أقدم كل مرة يقولون لي ضاعت لأوراق ضاعت لأوراق ضاعت لأوراق صحيح يعني وكل مرة أروح على هالسالفة صراحة جخنة يعني ناهيك أن الموقع نفسه المكان نفسه صراحة يعني الأخت التي تصلت توهي قبل قبل قليل قالوا لها ولدت سليم بعد ما كان إعاقتها حركية دائمة وغيرها تعالي سوي لجنة ثانية يديدة بعد ستة شهر ما ديش كثر مرة تقدمهم وطبعا مورقة مورقتين يطلبون يطلبون كذا نموذج كذا شكلات وبعد ما أروح أقدمهم لازم أرجع أراجع عشان أتأكد أروح أتفاجع بالموظفة تقول ما في أوراق طيب وبعدين مو أختي أنت تسوي نسخ يعني سوي مجموعة نسخ حك كل مرة يطلبون منك أوراق مرة ثانية يعني أخاف أن أضيع لوراق مرة ثانية فقلي لهم ضاعت لوراق موجودة عندي النسخ أعطيهم نسخ مرة ثانية بس هم تدري شنو لازم أنا أداوم هناك لازم أداوم أقعد عندهم زين ودائما كل شوي أخذ لوراق واتأكد ما صارت أنا عندي معاقين يعني وتعال شوف يعني براجع لهم مني براجع للمدارس براجع للصحة ما يمديني غير هذا وذاك شايف المبنى مبنى معاقين أسنصير ما فيه ذاك اليوم والله العظيم جدام عيني يعني مرة مسنة على ويلتشير شايلينها من الدور الأرضي للرابع وف وبعدين والله العظيم شايلينها على السلة على الدرجة شايفين مصعدينها كم واحد مبنى المبنى نفسه بالمبنى نفسه مبنى مرحي العام المعاقين نعم ايه والله وآنا مواكفة كنت فوق مبنى مصعد نعم وفيه خطاب وغير الناس غير الناس صغير يعني أنا الأصنصير اللي ببيتي أكبر منه صغير حتى الويلتشير ما يقدر يديش عدل ولا يقدر يفتر براحته يعني كلش المبنى مو مهيئ غير هذا وذات السرداب طيب المعاقل على ويلتشير شلون يراجع بالسرداب فيه أشياء بالسرداب مراجعات شي سألوا بالسرداب فيه بالسرداب معاملات لازم تسويها بالسرداب طيب هو شلون يراجع بالسرداب شون ينزل فيه وائد صعوبة المبنى صراحة يعني متعبنا يعني لا يوجد مصعد حق الطوابق لفوق ولا فيه مكان ينزل منه حشان يصل للسرداب تحت أنا أحضر أختي فيه شيء قبل الله توضع فيه شيء تبين نضيفينه والله هو ما يمكن يمكن الإخوان موجودين ويعطون معاناة بعد أكثر بالسراحة لازم ينظر في موضوع المبنى والانتقال المبنى ولكننا بنتطرق حق الموضوع بس أنت سبقتين أعطيتش العافية مشكورة وما قصرتي أنا رح أخذ كلامكم بعد بس سامحونا يعني الاتصالات قادتي ومتوالية فاصل مشاهدين وراجعين حق دو الإعاقة رجعنا وإياكم طبعا اتصال وراء الثاني حتى توني تحت الهواء قول ما أخذيت يعني كلام من الضيوف على أساس اللي يابون يتفضلون في بعض الأسئلة اللي كنت أنا بأطرح هتفضلوا فيها المتصلين وتكلموا فيها المبنى طريقة التعامل هناك يعني مبنى معقولة يخترب المصعد أربع طوابق تصعد وحده يعني يشيلونها شيء لي الطابق الرابع يعني مو معقولة التصرف هذا مو معقولة أن يعني مبنى خاص لذوي الإعاقة ما يكون مهيئ للمعاقين أساسا وتصعدونهم سراديب يعني المفروض أن يكون التعامل أرقم من الشذي عندنا براشد ويانا على الخط توضل الله يسعد مساك الله يسلم ومساك أخي سالم يزاك الله خير على تصليق الضوء على مثل هذه المشاكل وجهودك واضحة الله يجزيك وأعتقد أن كل الغنوات الفضائية يمكن تمشي نفس الحذو لأننا نحن راضين على البلد بصفة عامة من سوء إدارة من لا يوجد فكر لا يوجد شيء يطور نحن لا يخالف يمكن ترى فينا شوية وهذه فرصة نوعا ما ما تكرر فالواحد يخلي طلع شوية اللي في قلبه عامة أول شي لا تستغرب إذا قالوا لك ما في ديكاترا أنا الوالدتي ساوموها على قصة ريولها وديتها تايلند طقوها إبرة مضاد حيوي وطابت كانوا يساوموني على قصة ريولها خذيت إبرة لم تستاهل حتى دينارين بالمستشفى أنا فاهم يعني كانوا يبورد الصنو ريولها إمساء الأخت كانت تقول إي إمساء الأخت كانت تقول لك ما في أطبع أنت استغربت إحنا قاعد نقول لك الكثير لا أنا قلت يعني ما نعمم إحنا ما نعمم إحنا ودنا نعمم بين وبينك ودنا نعمم على قولاتهم لأننا قاعد ندش ونشوف حدوتي تنظرك أكيد يعني شي راجع لك أنا بالنسبة لي أنا ما أقدر أعمم يعني المثال المثال الحي تجربتي أنا مع والدتي استشاريين من أبدع ما يمكن ما بي أتكلم كانوا يساوموني على قصة ساق والدتي وديتها تايلند طابت كانت غير غرينة وفيها سكر والجرح من شهر واحد لشهر خمسة ما طابت رحت بتايلند بفضل الله ويقولوا لي الناس لا تتكلم عشرة أيام قال لي الدكتور راح تسكر ريلها هذا موضوع جانبي نية عند التعامل لما تدخل المبنى يا سلام على الاستقبال يا سلام على النفسية الحلوة يا سلام على يحسسونك أنك أنت يعني تشحذ منهم ثق وآمن بالله أنا أول ثلاث سنوات أو أربع سنوات من إعاقة ولدي طلبت منهم التعليم ما طلبت منهم الراتب على فكرة بعدين قلتاني حقه أتنازل حق ولدي لازم أخذه له وأخذته ثق وآمن بالله ثلاث شغلات فاقدينهم إدارة إدارة بصفة عامة مفهوم الإدارة لو يقدرون يفهمونها أبجديات الإدارة ما تلقاها لا بها المبنى ولا بمماري كثيرة عشان لا نقول نطلع برا الموضوع نحن على المستوى العام وما في غارية غارية حطوا تحتها مليون خط وآخر شيء مخافة الله خلي خافون الله باللي قاعد يساعدون لا والله هذه أول شيء والله يا براشد هذه أول شيء الواحد لازم يخاف ربك لأداء وظيفته واسئليته جدا من الناس أخلطهم مثل ما تبي الواحد ودي يقول يعني أن يتلم من ناحية مخافة الله فهي المفروض تكون براس الموضوع يا جماعة رفقوا بهالبلد خلونا احنا احنا ما احنا دائمين نبيها حلوة نبيه كل شيء فيها زين لا يقولوا لنا قرارات صارت ما صارت صدقوني ثقوا آمنوا بالله يعني ترى بس يعني تعبنا من هالأسلوب يا جماعة أنا ودي اللي يشوف التمار يصوره لي بالمبنى هذا يا جماعة اللي يشوفه يصوره لي بس أبي يشوفه صجنا هنا يداوم ويدري شنو اللي قاعد يصير بالمبنى مستحيل كذا مقابلة ترى يطلع ويتكلم ويفند الكلام اللي يقوله ما يبهرني الكلام اللي يقوله ما يبهرني ولا يهزش عرم الراسي يبيل إدارة المكان يبيل إدارة وناس تغار على أهل البلد لا يقولوا لي بلقاءات تلفزيونية وتروح المبنى تشوف النون وما يعلمون هذا كلام مو صحيح روح المبنى شوف نفسيات اللهم يا كافي يا جماعة يا أم أنك أنت تدش بموضوع إهانة موظف أعطيك مثال بالدور الرابع والأخوان اللي يمك يعرفونه على أساس أنك أنت تجدد أوراقك هالأيام تجدد أوراقك وعلى أساس أنه يريدون يستأنفون لك الراتب لأنك طعول لنا فترة الخوات اللي واقفين على الكاونتر يا سلام عليهم شوف الابتسامة والشق هذا ما نقول لنا في ناس يعني فكرهم على قدهم ما عندهم أبجديات بس الخلط ما لدعي هذا واحد رغم اثنين قالت لي معاملتك مو موجودة تبينى مشيتك يبلي أوراق يديدة قلت لها أنا أربع شهور ما أعطيكم تقول لي بأوراق يديدة الحين مشيتك الأخذ توهي تقول براشد يعني على يعني شغلات بسيطة قلت تطلبها يعني أقل احتياجات احتياجات الخاصة يعني أقل احتياجات كرسي الصيانة تقعد تقريبا فوق ثلاثة شهر وثلاثة شهر عادي عادي لا لا وضايع الأوراق تعال جدد وضايع الأوراق يعني أنا مستغرب منها يعني أنت مو أول متصل يعني إذا سليم عفوا عفوا أخوي براشد إذا معاق تحول إلى سليم بقدرات قادمة يعني أعطيك مثال بعد أزيدك من شعر بيت في ما بي ما كنت بيتكلم بهذا الموضوع اللجنة كانوا يساوموني تبيها متوسطة ترى أفضل لك قلت لهم ما بي متوسطة على أساس أنك تأخذ امتيازات أكثر تصمح بسم بالله رفضت بالله الكريم لأني ما رضيتها على ولدي لا تصمح ومثل ما قلت لك أنه كان أول ثلاث سنوات ما أتغاب راتب عن ولدي تالي قلت أنا شحقها تنازل بدعم حقي حق ولدي وهو ما عنده لسان ممكن يطالبه بحقوقه شنو يعزم عليك يعني تبيها متوسطة لا 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 كانوا يقولون لي تابعونها متوسطة كانوا يقولون لي تبيها متوسطة قلت لهم لا شنو وضع ولدي شنو يقول بسيطة ودائمة قلت بسيطة ودائمة يا الله يا رب أني ما أنا ما أحرف بقلبتك إذا أنتو تقولون شدي قلص أنا أبيها البسيطة هذه والدائمة ما راح أطالب لا متوسطة ولا أبي شديدة ما أبي الشديد المتوسطة يأخذ أشر تلاف المنحة وامتيازات والراتب وأوه وإلى آخر أنا ما أبي أقسم لك بعز الله وجلاله ما أبي وأول ثلاث سنوات ترى ما أخذيت الراتب لها ليش تخلي هذا حق الولد وهو مؤمن حقه وأوه وإلى عقب ثلاث سنوات طالبتهم بس بتعليم قلت لهم بس أبي والدي يتعلم أبي يسولف وياي رجل لي رجل أبي يتكلم معاي أبي آخذ ما بخاطري ترى ما يحس بالولد المعاق إلا والدين اللي قرار مننا اللي حولينا إحنا نحس وهم مقادرين يحسون فينا يا جماعة المبنى يا بيلة خانا يرتبهم لك ما خافت الله أشاء الله أطولها أكيد فيه ناس وائدة يقولون اللي بجبتهم ما خافت الله إدارة يا جماعة أنا الديرة الوحيدة اللي أشوف قبل الاسم كلمة دال وما أنا شايف أثر عمله يا جماعة كلامهم ما يبغر الكلام اللي يقولونه عمل إداري ما في ثلاثة ما في فكر ما في شي يديد لعلمك ما في شي يديد بالمبنى وخلي خافون الله بالكويت والكويتيين والله من شاء الحسن منك يا جماعة وإذاك الله خير وإذاك الله يبرد على قلبك يا حبيبي وإذاك الله خير وإلى الأمام والله يزيدك يا حبيبي الله يرحم والدك كلك ذوق والدك إن شاء الله نتمنى نتمنى من المشاهدين الكرام نتمنى من كل المسؤولين اللي قاية تابعونا ترى الناس ما تكلموا إلا من واقع تجارب ما تكلموا إلا من واقع يعني شيعة شو تعيشة ومياه نحن قال اللي قاية تصنوا ويانا واللي موجودين ويانا أولياء أمور لمعاقين وناس تأذت اللي تقول أنا تحول ولدي إلى سليم وهو معاق وعاقته دائمة شديدة حركية دائمة واللي تقول أنا مراجعات كرسي ما قاعد يتصلح ويقول لك المبنى الكبرى ما قاعد يتحمل طريقة تعامل الناس مع المعاقين هذا المعاق هذا الإنسان اللي محتاجك وهذا شيء أنت ما تتفضل عليه فيه يعني هذه الدولة هي اللي عطتها هذا الحق قاعد تحاول أنك أنت تماطل وياه وتحاول أنك أنت التعبة زيادة فوق ما الدنيا عليه فوق ما الظروف الصعبة حطتها في هذا الوضع هذا أنت قاعد توصل إلى مرحلة قاعد يخل الناس قاعد تتكلم قاعدوا تقول اللي بقلبها أنا ما بأطول أكثر ويمكن لضيوف ما تكلموا المفروض أنه يعني أعطيهم فرصتهم لكن بعد الفاصل إن شاء الله رح ناخذ منهم كلام أكثر فاصل الراجعين كم هائل من الاتصالات واردة يمكن فوق الستين سبعين اتصال حالياً وغيرهم زيادة يابون يتواصلون إلينا عن موضوع اليوم وحلقة اليوم اللي فعلاً جداً مهم أننا نسمع منهم ومهم كل الاتصال قاعد يردنا أنا أعتذر لكم وأتعسف لكم أني أنا ما راح أقدر أخذ ولا اتصال لأن ضيوفنا الكرام ما أخذين منهم ولا كلمة لكثرة الاتصالات وأيضاً يعني عدم مباشرة المتصلين يعني اللي عنده اتصال يقول كلامه بشكل مباشر عشان يختصر الوقت ويعطي الفرصة حق اللي وراه ويعطي فرصة حق ضيوفنا الكرام ولكن وعد مني وعد من أسرة البرنامج يوم الثلاثة اللي هو عقب باتر راح تكون فيه ساعة مخصصة لدول إعاقة عندنا هنا في الكويت وكل المشاكل وكل يعني أي مشكلة أو أي حادثة أو أي شيء حابينكم أنت وتواصلونه برسالة ومسج للمسؤولين في الدولة للقائمين على الهيئة العامة لدول إعاقة عندنا من خلال برنامج مسائي احنا راح نواصل وهذه الأرقام اللي موجودة المبينة على الشاشة للتواصل سيفو وهذه الأرقام هذه عندكم وإن شاء الله راح تكون هذه الساعة مخصصة لدول احتياجات الخاصة وأي مسؤول ذكر اسمه أو أي مسؤول وجهوا لرسالة من خلال برنامج مسائي عبر اتصال أو الأخوان الكرام الضيوف اللي موجودين حاب أن يكون متواجد ويتواصل مع المتصلين ويتواصل مع مشاكلهم ويشوف احنا لين وصلنا بالواب عندنا هنا بالديرة اللي تكلم عن المباني اللي تكلموا عن الأخطاء اللي موجودة أخطاء بالتشخيص أخطاء كل هذا راح نتكلم عنه إذا حاب أن يكون موجود ويحضر العين أو سألة من المكان هنا ويحضر على الراس من فوق ويكون الموضوع بشكل شفاف والحق اللي ثويني والأخ علي عبد الكريم يمكن أن هناك أمور كثيرة نعم هناك اتصال عفوا المراداق من لندن من خارج الكويت تفضلي أم حسين نعم سلام عليكم نعم تفضلي ويا أنا أم حسين يعافيك يعافيك أنا عندي مؤاقة أمورها الثالث الثالث 21 سنة نعم وضعها مدنة الأعلى المؤاقين عشرين سنة أقب واحد وعشرين وين نود عيالنا شلوني يعني أقب أطلت خميس وين نود عيالنا ببمتكم أنتم يا مجلس الأمة وين نود عيالكم عندكم أعضاء وعندكم أعيال وين تودون عيالكم أقب واحد ولي يقنر عندما أنا عندي وحدة بنت مسعدهم ثلاثة وأربعة عليكم الله يوضر في كل مجلس الأعلى المعاقين يترجاهم رجوة يقول لهم حاشوا مجلس الأمة حاشوا مجلس الأمة يحطوا لنا إعيال خدم أنا ما بيستح موضوع الخدم يضط إعيالنا تحت رحمة خدم إلى مساء ولكن يقول لنا عبد الفتاح يحطوا لنا عبد الفتاح خاني يحطوا لنا مسكلة تخدم حق المعاقين أنا عندي طفلة واحدة في ناس 2 سرات أنا بجهودي تحطي حق منه حق الصاحي يحطوا لنا موضوع الخدم أنا قاعدة برا قلتي محدودة برا هنا وديها في الأطرة الغسمية ولا في الأعياد وأنا افتر فيها من مكان لم يكن يقول مال استقبل ماذا يتحمل الصاحي البنت اللي فاتحت لها بيت ولا اللي يفتح لبيت ولا يفتح لبيت ولا يفتح حاشا يقول واحد 20 سنة يا الله على مال الله منصر من المملك يحطوا لنا خيريات أنا الكواتية وحق يوافع على النق كواتية وين ومجلس الامة أنا شاب نكلم في الملاتي ودهت رسالة مثلا احنا كواتيين وعندنا تحفظ الكابت منت ناوجد قبل ناوجه في ناس عندهم قاطعين عيان من برا إذا كان ولد شاير قابل لكن احنا كواتيين نحطب على طرف لو عندنا عيان في الله يدبت قلت بدمتكم جداركم عندكم وراؤكم الغبر في منكر ونكير نحن وين يأتي بغياته ديره إلى نصر مجلس الله أعضاء يجبوا منترجعهم ويقولون بضخيل الله شوفوا لنا خدم وخدمة على حصائي الحاكم وإنهم أم حسين الإنسان الشخص يقوم بضخيل الله لما يتخرج وغيثه المفرسية موظموز أنا أم حسين أم حسين وصلت رسالتك والله العظيم حاسين بحالتك نعم نعم أم حسين نحن حاسين بمعاناتك وقعد نسمع معانات ناس ويد يعطيك العافية مشكورة على تواصل شويانا تعنيتي من لندن واتصلتي من الخارج يوم الثلاثة عقوب باتشر إذا حاب منتش أنت يتوصلي رسالة ثانية إحنا حاضروا بشوفة نعتذر منكم أيضا ضيوفنا الكرام إحنا عاصفين يعني تلقينا كان المفروض أننا نتكلم عن أمور كثيرة ولكن الوقت لا يكف ولكن نحن على وعد إن شاء الله يوم الثلاثة القادم إن شاء الله عقوب باتشر تكونوا موجودين معنا أين وسعلكم من المكان ونتكلم ونفند الأمور إن شاء الله أيضا المسا... نعم تعقيب خفيف كدس بشكل سريع معدودة عندي يعني على أساس نحن لا نجني على حتى بعض الموظفين والعاملين في الهيئة هم لا شك يخافون الله لكن الأمور الإدارية هي التي ضغطت عليهم وعلينا الأمور الإدارية هذا سألن وضحها بعدين إن شاء الله عقوب باتشر ستكونون إن شاء الله والمشاهدين الكرام والمتصلين وأي شخص عنده أي تعقيب أو أي مداخلة أو أي مشكلة حابنا يوصلها من خلال الراي نحن موجودين إن شاء الله وأي مسؤول مكفول لحق الرد أيضا عبر برنامج مسائل نشوفكم على خير مع ألف سلامة عقوب باتشر انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة